عارفين ايه اصعب حاجة في المرض انه بيخلي المريض يبقى عيب على كل اللي حواليه عشان كده ناس كتير بتدعي ربنا انها تموت قبل ما تعيه تخيلوا قبل ما يبقوا محتاجين للي يسندهم ويساعدهم بيخافوا كل ده وحنا بنتكلم عن المرض العادي اللي هو بياخد منطقتنا او ما بنبقاش زي قوتنا زي ما هي بس بيكون عقلنا واعي وسليم عارفين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه مابلنا بقى بل المرضه ممكن يقصر على نفسيته او على تفكيره او يخليه مش واعي لتصرفاته لدرجة انه ممكن يمدي ايده على بابا ومامته تخيلوا احمد انا عايز اشكرك انك بعدت الرسالة لانه برغم كل اللي اخوك بيعمله قلت في رسالتك انا نفسي ان هو يبقى كويس ويتعالج ما زالتش منه ما كرهتوش انت جدع في الاول وفي الاخر هو اخوك وبتقوله عمري ما قدر استغنى عنه او حتى تبرا منه احمد حسب كل حاجة انت بعدتها متخيلة حجم المأسان هقولك مأسان اللي انت عايش فيها متخيلة كمان انت زعلان يا حبيبي على باباك ومامتك واضح وانت بتكتب القصة بتاعتك انت زعلان قدي وخايف عليهم متضايق ان هما بيتبهدلوا كده هما كبار وتعبوا معاكم وربوكم لازم كلكم تقفوا مع بعض في علاج اخوك شئلة تقيلة جدا بس هقولك على حاجة ارهنك وانا قدر هندا انه ما فيش بيت من غير حد سبب تعب البيت كله بتلاقي واحد يعمل مشاكل يخلينا قلقانين عليه يخلينا مش عارفين نعمل ايه انتوا عارفين انه ممكن لو اهلك بدأوا يلينوا في الكلام معاك يعني ايه يلينوا؟ يعني بدأوا انه هما وهم بيتكلموا معاك خايفين لا تزعل او تتقمس او متجلهمش او متعودش معاهم زي الاول ده نوع من انواع العقوق ما كنتش عارف المعلومة دي لما قردتها استغربت عارف يعني ايه اهلي عايزين يتكلموا معايا فبيحسسوا على الكلام ويختروه ده عقوق؟ يعني ايه تمدي ايدك على اهلك حتى لو مش واعي احمد انت لازم تقف جنب اهلك ومقدرة جدا ظروفك وان انت بتشتغل في السويس وان انت بعيد بس يا مفاش لازم كلكم تقفوا مع بعض ومش هتحصل في يوم وليلة ولازم دكتور نفسي ولازم علاج نفسي ولازم نفهم في ايه ولازم حد يتكلموا بالحسنة ولازم يبقى ليه كبير بس بجد اقولكو على حاجة انا خايفة الجينيريشن اللي جاي او الجيل اللي جاي اللي بيطلقوا عليه جينيريشن زي اللي هو الالفنات فما فوق صعبين وانا بيتهالين اعمل الحلقة دي عشان كده مش عشان جيل احمد اللي خلص معهد او خلص جامع ده عشان الاجيال اللي جاية بشوفهم بيكلموا وقاليهم بطريقة صعبة جدا وما تنفعش وفاكرين ان دي لزازة او يتريق لما يقفل مثلا التليفون مع اهله هترجعوا تندموا اوي كمان يبعتولنا قولونا زي ما قلتلكو كده انا كسبت الرهان والله خسرتو انه انا في حياتي طول ما انا عايشة كده في شغلانتي خمستاشر سنة ما شفتش بيت من غير واحد تعب البيت كله واحد عامل كوارث يبعتولي وقلولي عندي عندنا هنا يعني في صفحتنا في قصة حقيقية وهستناكوا في حلقة جديدة وقصة جديدة بس يكون قصة حقيقية وانا هقرأ كل الكومنز بنفسي باي باي